سائل كريم بيسأل عن المعنى المراد من قول المولى سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وبيقول هل ده معناه أنه كل من لم تبلغه الدعوة والرسالة يكون من الناجين؟ سؤال حلو ومن الأسئلة اللي اتناقش فيها أهل العلم قديما وحديثا الحقيقة أنه من أبرز مظاهر رحمة الله تعالى الواسعة بخلقه أنه أقام العزر لمن لم تبلغهم الدعوة الإلهية فجعل حكمهم حكم من لم يبعث الله إليهم رسوله فقال تعالى في الآية الحريك بتسأل فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله والرسول معناه أنه هو بيبلغ الرسالة عن الله للقوم فما بوصلت لهش الدعوة زي كأنه كمن لم يبعث فيهم أو لم يرسل إليهم رسوله فأقام الله تعالى لهؤلاء حجة يحتجون بها يوم الحساب وربنا سبحانه وتعالى ما فعل ذلك إلا رحمة بعباده وشمور رحمة المولى سبحانه وتعالى الرحمة الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر بها وأخبرنا عنها أنها وسعت كل شيء طيب أهل التفسير اتعاملوا مع الآية من منظور أنهم قالوا أنه هذه الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله أنه من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب حتى يبلغ أو يبلغ على ألسنة الرسل مراد المولى سبحانه وتعالى فيقوم الرسل الكرام ببيان الحجج وببيان الدلائل وبينات ويشرحوا الآيات ويتكلموا في العقيدة وكل تفصيل وده يعني وفيه ده دليل على إن لا حكمة قبل الشرع بل الأمر موقوف في التكليف والمحاسبة على إتيان الشيء وذكر لنا الإمام الصيوطي رحمه الله تعالى اتفاق السادة العلماء على الاستدلال بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله في أنه لا تعذيب قبل البعثة يعني ما فيش تعذيب قبل أنه يبقى فيه بعثة رسوله وقبل برضو بعثة النبي نفس القصة لما يكون فيه رسول مبلغ عن الله هيعذبهم وهم لم يبلغوا مش ممكن لابد أن يبلغوا ويتبلغوا بلغ صحيح وسلموا توصلهم الدعوة بصحة وبسلامة سواء عن طريق الرسل في أزمان الرسل أو ما قبل بعثة الرسل أو عن طريق العلماء والوعاظ والدعاء ونقل لنا عن كبار أو نقل إلينا عن كبار التابعين والسلف الصالح الحقيقة التأكيد على هذا المعنى وبناء على ما سبق فكل من لم تبلغه الدعوة والرسالة بصورة صحيحة يكون من أهل الفترة أهل الفترة دول اللي هم مرحلة كده لم يرسل فيها يعني ما كانش في لهؤلاء الأقوام رسل يذكروهم وينبهوهم فده معنى أهل الفترة وبالتالي أهل المجموعة اللي هي كانت أو هؤلاء الخلق اللي كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي لا حساب عليهم وهذا ما يقتضيه العدل الإلهي والرحمة الربانية كما نصت هذه الآية الكريمة وصورت لنا مدى الرحمة الإلهية بالخلق يعني مايش هيكون في حساب وعذاب لأقوام لم تبلغهم الرسالة لم تصل إليهم سواء عن طريق الرسل ده في كل الأزمان لكل الأقوام أو حتى بلغتهم بصورة غير سليم طب الرسالة نفسها وصلت غير سليمة حيتحاسب على إيه فمن العدل الإلهي أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ويندرج في هذا المعنى أنه لابد أن تصل الرسالة منضبطة وسليمة لمن تبلغ له هذه الرسالة عشان يتم حسابه الحساب الدقيق بناء على وصول الرسالة بشكل منضبط للمرسل إليهم